يا عيني، يا عيني، يا عيني سليمان، نحنا لوين بدنا نروح؟ من شان الله ما عرفت شو بديه إلباس هاي مفاجأة، وزا قلت لك رح خربها شو هالحلاوي هاي؟ سليمان، انت عم تمزح معي شي؟ شو عم تفاجئني بيزواجه؟ اي شو فيها؟ ليش ميكا متوقع ان عمران وعيدة بالآخر رح يتزوجوا؟ سواء كنت متوقعة او مو متوقعة انا ما بدي يكون هون موجودة يا سليمان والسبب؟ في شي خلاف بينك وبين عمران او عيدة وانا ما بعرف فيه لحتى عم تقولي ما بدي يكون هون؟ لا، القصة مو هيك ما اقول انت، انا بجدعة اللي ما عم يستوعن جايب اي للا تكون شادي عزواجنا يا عمران؟ بدي خلي الكل يعرفي زواجنا بدي كل اللي كانوا موجودين بحياتنا يسمعوا ويعرفوا انه نحنا بدينا بحياة جديدة ما تحترطي اذا ما عندك سبب مخنع انا قصطن عملت كل شي طلبتي مني وما في عندك سبب حقيقي لحتى ترفضي رح سلي مع الجماعة شوي وبرجع سليمان بيك، اهلا وسهلا، اي لالامر، مبسوط كتير بوجودك معنا، شكرا كتير ما تشكرني الي يا عمران عمران اي؟ اي لا، المرة اللي بحبها محتارة ومترددة بقرار الزواج، لو سمحت بيحكي معا ليش لحتى احكي معا كرمالك؟ لانه لساتني اعزر فيه عندك لحد اليوم، انا صديقك الوحيد بينهم، فرجاءا سليمان بيك، اي قللي شو صار؟ كل الامور تمام، انت تطمن وركز بالعرس هلا، ولا تفكر بشي تاني، كله تمام ألف مبروك عبارك فيكي امي كانت تقلي تزوج الرجال يلي بيحبك مو يلي انتي بتحبيه ولهيك قضت كل عمران بالفقر والحزن وما فارقتها لهم حلو كتير، ولا انتي عم بالطبق وصية امك ما هيك؟ ليش هيك عم تساوي؟ شو بكي انتي؟ بدك عمران ياخد الولد من عرفان ويحرمو يشوفو؟ ليش حقدك لهالأدعى لعرفان؟ عرفان وابنه، وبيت عرفان طالما انا ما بهمه لعرفان بشي معناها بقدر اعمل اللي بالديامة هيك؟ بعدا انتي ليش هلق عم بتدافي عنه؟ ليش عقلك مشغول فيه بأي حق يا آيلا؟ بلا ما لفتح الدفاتر القديمة ايه؟ عيدة، انتي ما بتحبيه لعمران اصلاً ما تحاكيني عن الحب يا آيلا؟ زوجت كرمال المصاري، وأنا رح اتزوج لكم مبسوطة يعني الموضوع انحل، ياسين زبط كل شيء وفيك تقول رح نوصل للي بدنا اياه بدون ما نلوت ايدينا حتى وبدل ما نحنا نخلص عليه، باز كان رح يعملها ما بتفرق مين رح يخلص عليه، المهم ما بقى اشوفه او حس بوجوده ما فيني غير اتمنى لكم السعادة قالوا، وبحث تك skal بينا pulls جازي، من جازي مهارك جازي 但 مهم لي اننا سننة المخضرات يوhorse العليل طسرين بضوء وبد macro تحديق طيب الانوخ الأجليل تقبل تتزوجي من السيد عمران كيفلجين بكامل إرادتك وبدون أي بغط من حدا عيدة خانم؟ بابل أهلا وسهلا يلا لوين استاذ؟ أخوهم في حفل زواج شوون بأي صالة؟ صح بس ما حدا خبرني أنه في معزين بصراحة أنا جبت لعمران هدية ولعيدة خانم أخوهم بدي أعطيوني إياها شبك جوبي ماني حمز لها شبك هوني باك ماما عيشي باعدي بعد هيك عيدة بعد هيك عني تركني ما كفك اللي عمدت فيني ونسبتك تتزوجي هادر نصاب ممنوع تدخل تعا معنا من هون راح تربي ابننا مواحد قاتل قتبنا كتابنا هلا وعش الحال نلع من هون طلعوا لبرا بعد 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 أنا فروح أخص عليكي عن جد أخص عليكي عن جد أخص عليكي بس ممكن نحكيه بعد زواجنا طبعاً يعني لو قال عني مجرم وقاتل وما خلي ولا صفة سيئة انت راح تصدقي كلامه فوراً لو سمحتي مو هيك عيلا عيلا عرفان؟ عيلا بدي منك خدمة عرفان انت شو عم تعمل هون بل كي ايجا سليمان هلا سليمان عمل عملتو فيني وسرق مصاريه ايا مصاري أنا دينت شوية مصاري اللي أخلص شغل فيهم بس سرقوهن مني أكيد ما حطهم بالبنك أكيد تركهم هون بالخزنة أو بشي مكان شو بدك تعمل رح تسرق له الخزنة يعني؟ سرقة شو اللي عم تحكي عنا انت؟ سواجك هو اللي سرقني وأنا بدي رجع مصرياتي مو أكتر من هيك بلا حكي فاضي يلا طلعوا هون عيلا بشان الله فهميني شوي إذا ما رجعت المصاري بيقتلوني بلا رحمة لك من شان الله مونا قصني مصايب عرفان روح من هون لو سمحتك تركيني عرفان؟ سليمان بيجيش يا خانم اطلع عرفان اطلع يلا وينو؟ كذبت ليروح انت شو عم تحكي؟ ايه بصراحة ما عرفت شو بدي صاوي بس من الحياة اللي عملتي هيك العمرة عبني حسي توقف قلبي قالوا نعم حضرة المحقق صار معي مشكل كبيري ممكن شوفاك ضروري وبصرح يسلم طامنيني احسن؟ ما بعرف والله بس ايديي اللي هلق عم يرشبه معقول جنان تبعه معقول يهجم على البيت بها الطريقة معاك حق بس بس بلك كان كلامه صحيح ورح يقتلوه متل ما حكا شو بيعرفني ديما ما بعرف بعدين انا شو دخلني؟ عن جد انا شو دخلني؟ شو كان بده يعني اعمل بده يعني روح افتح الخزن وقول له تفضل سيد عرفان خوض المصاري تبعك؟ ما عقول اعمل هيك شي؟ مو معقولة طبعا ليش مصر يحتني بدقرة الخطر هيك؟ ما عم افهم والله ازا سليمان بيدرح شو بيعمل فيني؟ بيخليني عايشة؟ طيب ما تفكري هلق بالموضوع خلس راح وميش الحال حتى يمكن مصاري مانون هون؟ مو هون ما؟ يمو راح جديد استجرا اشترك للمتابعو اكتبار شارك شارك اشتركوا في القناة شو رحته عملي؟ ما بقدر ديما ما بقدر اترك عرفان بهيك موقف ولا اتجاهل انه ممكن تكون حياته بخطر لهيك لازم اخدموها الخدمة طيب واذا عرف انك عملتي هيك؟ لو وقتا بشوف شو فيني اعمل وين اعلى؟ سليمة اهلا وسهلا شو الموضوع كأنك جاية مزعوج؟ ولا شي شبعك ليش متفاجئ؟ لانه اليوم مجهزتلك السفراء؟ خليني هلأ صب لك كاس لترويق وتهدى ديما تركينا لحالنا شوي شو فيه سليمة ليش متوتر هيك؟ شو القصة؟ ليش متدايق؟ ليوم رحت شي على بابل؟ رحت الصباح؟ اشتغلت شي ساعة ورجعت لهون على البيت شو فيه؟ خزنة المكتب انفتحت تاخد من جواته شنتي فيها مصاري والمبلغ مؤليل وانفكر انا اخدت مو؟ عرفان يلي اخدها شو المقصود يا سليمة؟ انت عم تشك فيني ولا شو؟ ها؟ في مجال تجاوبني؟ سليمان بلا جنان انت شو عم تعمل سليمان؟ هاتي التليفون؟ ليش لا اعطيك التليفون؟ انت ما بتوسق فيني بنوب طب ليش تزوجتني اذا ما فيه ثقة؟ تركي التليفون ما عم استوعب انت شو صايل لك؟ يعني وصلت معك الامور للتخوين كمان؟ فتش فتشهم كلهم ولا تخلي ولا رسالي حتى فتح ايمالي كمان رح فتش الكل انا بعرف شغلي ما تاكلهم رح اعرف كيف هالنادل وصل لرمز السري تبع خزنتي انت ما تشغلي باني بس شو رأيك تفكر شوي بالقصة؟ أصلا الرمز السري للخزنة شو كان سليمان؟ مو تاريخ يوم عيد ميلادي؟ ها؟ الحقيقة مو طبيعي قديش صعب انه عرفان يكتشفه وقديشها معلومة سرية ومخفية وهذا الوقت التافه كيف وشلون رح يعرف هيك معلومة؟ لك معقول ما خطر لك تفكر بالقصة؟ من وين بده يعرف اذا يوم ميلادي موجود بكل حساباتي على مواقع التواصل واي مخلوق بيقدر يعرفه؟ ولا صعب كتير على زلمة مثل عرفان يفتش ويبحبش عن هيك موضوع لك فكر شوي بعدين انا ليش لحتى ساعد عرفان فاهمني؟ قديش لسه بدك تعاقبني على شغلة تافه وغلطة غلطة لمره واحدة بكل هالعمر؟ لك شو بك انا مرتك يا سليمات؟ هالشي بعرفه بس انتي اياك تنسي طالما انتي عايشة انتي مرت مين ومين بيكون زوجك يا ايلا؟ ذكرني على طول باسلوبك هادا سليمات؟ باني متزوجة من زلمة ما فيها الاتسقة بيني وبينه واذا منظل هيك صعب نكمل ما هيك؟ واتشك فيكي معناها انتي السبب معناتها انتي لهلا مؤادران تخليني اوسق فيكي بجده شرفك لا تنظر على كيفك سليمان السقة بين اتنين شغلة متبادلة وانتي ما فيك تطلبها اذا ما قدرت تعطيها هادا غير انك بتفكر كل العالم متلك اذا مؤادران توسق فيني فلا تقرب علي ابدا وروح من هون هلا هيك لكان عم تطرديني من بيتي يا ايلا خانم؟ انا ما عم اطرد حدا ومو هادا يلي بدي يقوله بعدين هادا بيتي سليمان انا قصدي اذا ما بتوسق بمرتك شوف اداعي انك تبقى هون قلتك اقتنع بكلامك؟ لا ما اصدق ولا اقتنع بس عمل حاله انه مصدق واكيد هلأ رح يخلي رجع له ويراقبوني اسمعي ديما من اليوم ورايح لو سمحتي ما بدي اسم عرفاني ينذكر بهالبيت بكفية اللي صار من وراء له هلأ امرك اه بس انا فكرت بما انك عرضت حياتك للخطر كرما لانك اخترت عرفان هالمرة انا ما اخترت شي ابدا قال لي رح يموت فشو بدك اعمل؟ اتركه له مصيره يا ديما انا عملتي اللي طلع بايدي بس ما اخترت حدها معلش تعمليلي قهوة صباح الخير صباح الخير اجيت متأخر مبارح ما حسيت عليك نمت بغرفة الضيوف منيح المهم انا متجنب مرة ما بدوسق فيها على مهلك شو ناطرشي خبر مهم؟ لا والله شوف لنا مين بلا؟ العامل تبع المصبغة فتح تليفونه هلأ منيح اتصل فيه واسأله عن التياب صباح الخير سليمان بيك بتحب اعمل لك اومليت؟ مو جاي على بالي و بدي امشي امشي وقف قلب يا ديمه ياسين ما تنسى موضوع عائلة أمرك معك حسيت غطى على قلب خير شبكي ليش نخطط لونك؟ لأني مسجلي رقم عرفان على تليفوني باسم عامل المصبغة معناته هو طلع من السجن بس ما اتصل فيني ايه منيح اللي ما اتصل وسليمان بيك لسه بالبيت معناها مسائل عني يا ديمة يعني شو عملت وشو قلت لسليمان ما نشغل باله حتى لو كنت جاي بباله أصلاً كان لقى شي طريقة لا يطمن عليه بس نبين مسائل مظبوط والله أوعى القليلة يقلك شكراً شكله متأكد إنك رح تقدر تدبري حالك وبهاي معك حق أنا دائماً كنت تدبر حالي لحالي مو جديدة على كله أنا عملت يلي لازم ينعمل لما طلب مساعدتي ووقفت جنبه هالمرة وخاطرت بحياتي بس من هلأ ورايح يصطفل هو يدبر أموره سقيني ما يقل الله يوفقك يلا عيلة خانو شو تعلعو؟ عمد قلو اللي عرفانو مع ميرد ببعطلو الموضوع مهم ولهلأ ما اتصل لازم شوفو وزايجة سليمان بيك شو قلو؟ ما بيجي بها الوقت موسيقى 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 نعم دي ما شو إجا سليما أي لخانم كان في سيارة وافئة قدام البيت ولما رحتي مشت وراكي دغري طيب ماشي لقوا جايدين معهم آلات تنظيفة على البخار اختي ما بتسدي قداش تلع غبرة من الكنبايا يعني ريان عم يقبل منه كل الرشاوي بستهل أمو عم يعطيه الشبن اختي أنا مضطرة سكر لأنه عم يندق البع ماشي برجع بحتي معك سلام فكرت خلصة من مرحلة مباهماتنا لبيوت بعض معلش فوت لو سمحت ما ضلش نحكي فيه سوا خير آيلا معلش فوت لو سمحتي خير شبك قليلي شو بدك آيلا وشو بدنا نحكي لشو ضل بيناتنا حكي يعني إذا كان في عندك لسه أخبار أكتر عن كره وحقد عرفان لقلي إنتي ما فيك توطي صوتك ها ولا فيك تسكتي شوي إنتي منيحة آيلا يعني كنت بقلك فوتي بس شوفت عينك البيت واضح يلي بيشوفك شو لابسي بفكرك أنت مسؤولة التعزيل بس برافو عليكي سايرة عم تعرفي تطل بخدمات التنظيف مع أني بتوقع هاي فكرة عمران لا يلفط نظرك ما بتعرفي تكوني لطيفة مهي أو يمكن أنت ما مستعلم مثلا وعلى فكرة أنت بهالطريقة رح تخلي الزلم الوحيد بالعالم يلي عم يتحملك أنه يجنه يطفش منيك سمعاني برجيليون روحي يلا أَعلم 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا سليمة بتحب خبرك شو عملت اليوم ولا بلاها هلا مو وقت اللعية ايلا الدواء تبعي فوق بالدرج دواء شو؟ انا ما بعرف حلو والله اذا بوقع بارضي ما حدا منكن بيعرف يجبلي دوائي بها البيت طلعي يجيبيه من الدرجة اللي بغرفة النوم شو فيه سليمة لشوفها يتعم تخانق دبان وشك رؤو وشرب شي جاي راكان هلا وبدي يحكي معه على انفراد اه راكان وانتي طلعي على غرفتك يلا فوترك كرامة شو هاي بعدين ما قول ما تحكي شو ولا تعمل شي كرمال ابنك بس بقى مو ناقص غير تبكي كمان انا كم مرصاص اكلت وكم عظمي من عظامي انكسرت بهالعمر بابا انا مو هادا وجعي بس ابي وكرمال مايبوس ايد زلمتاني باعلي فورا لك انا ابنك الوحيد انا ابنك وطع من روحك انا من لحمك ودمك بابا ما فتحت امك ولا حكاية كلمة بشاني صح انا ابوك بس بعمرك ما عرفت تكون ابني لو كنت ابني ما كنت بتقبل تبوس ايد هالكلب انا ما رح اقبل ضل معك راكان راكان تعال هون ما خلصت كلامي راكان لو ايه الريح بيالوقت تعال عمقلك راكان 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 سليمان مه 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 متقل شرب كأنك لا مو كتير شو صار باينتك كتير متدايق وكنت عم تصرخ مولا شي صاير شوية مشاكل بالشغل بس وشو نوع هالمشاكل فيه قزمة سيولي بس رح تمرو رح دقن باب نبواب اصدقائنا وما عرفنا وان شاء الله منطلع من هالقصة على الخير بازن الله حبيبتي أنت لا تشغلي بالك بهيك أمور أنت حبيبة تروحي وعيوني اللي بشوف فيهم إياكي تزعل أو تضايقي حالك سليمة يا سليمة ممكن تقول لرجالك يبطلوا يرقبوني والله مو حلوة بحقي خلصنا من هالقصة سليمة عائشة شوفي ليش بعدت وراي لأيجي بسرعة؟ بدنا توقيعك هون أيلى خانم هيك سليمة بك أمرني شو هاد؟ ما بعرف وما حد أعطاني أي معلومات ماء الملكية اللي معلك شديد شو هاد؟ ماشي طيب طيب أخي اتفقنا أهم شي بكرة المساء تكون جاهزة الله معاك شو هاد سليمة؟ ها؟ متل مشايفة عم تتمسخر علي ولا شو هلا؟ ما رح اسمح لك تبيع بيتي ليش ما رفضتي تاخديه وقت يلي هديتك هالبيت؟ انت شو رح تفرق معك إذا نباع ولا ما نباع؟ إذا بعد يومين رح اشتري لك بيت أحسن وإذا بدك قصري طلع البحر رح اشتري لك ياه وكله بالتجارة بس بالأول بنردت بالأمور وبعدها بنربح أضعاف أو بنصفي على الحديدة أي لا انت جاية علمين الشغل يلي ربيت عليه؟ هلا مو وقت النكت تبعك أنك مطبعي أنا يا سليمة ما رح بيعه ولا بالغصب معقول هالمنطق الغريب يا ديمة؟ معقول في زلمة بالعالمة بيبعت ورا مرته هو بيطلب منه توقع على عقد بيع بيته؟ معك حق معك حق بس بالآخر يعني؟ بالآخر شو؟ احكي ما بعرف أس برأيك مو ممكن يجبرك تبعي للبيت؟ نعم عفوان كيف بده يجبرني؟ لش نحنا وين عايشين آه؟ شو عم تحكي البيت باتي؟ وهذا البيت هو الشجرة الوحيدة بالحياة المزروعة باسمي لا شو بدي بيع باتي يا ديمة؟ تفضل هاي لخانو؟ أنا بستلم وقعي لي لو سمعت شكراً لعافية شكراً لعافية شكراً لعافية شكراً لعافية مشتورية؟ شو يا خانو؟ لا أبداً ولا شيء خير إن شاء الله شو هات؟ ما بدك تردي؟ قالوا نعم عيلا؟ عرفان؟ قلي فترة عم حاول اتواصل مايك اتصلت بوقت صعب كتير بعرف شو اللي عم بيصير مايك ولهيك بعد تليق الموبايل نحنا لازم نستعجل نستعجل على شو؟ لانا خلاص من سليمان اسمعي ايلا بيعي بيتي ولازم تعطيك للمصاري لسليمان تركي كل همومك وراكي وتعالي لعندي رح بعتلك الموقع هلا عرفان انت اكيد جنيت شو بفهم من هالحكية اللي عم تقوله هلا بالعكس ايلا انا حاسب حسابي لكل شي انتي ما تشغلي بالي كبدا انا بعرف شو عم اعمل اعطي المصاري لسليمان وتركي انتي مو بحاجته لما بتكوني معي اذا ما عملتي هيك ما رح نخلص من سليمان طول عمرنا بس يا عرف متل ما عمل لك اذا بدك تكوني معي وبدك فرصة جديدة لحتى نكون سوى انا مستنيك هاي فرصتنا الوحيدة اعطي المصاري وتعالي وانا صار عندي املاك قد سليمان على مئة مرة ادخل نعمة خانوم في عندك ضيفة اوه اهلا خانوم شوش تقتلي ولا عمت دوري على الشغل لا جايه بالشغل رح بيع بيتي وقلت لحالي مستحيل لا يزبون للبيت يدفع اكتر منك مو هيك على كل ان كل مشاكلنا بلشت مع هذا البيت عن جد اه شو هالزمن انتي عن جد والداني بقصور انا هيك سمعت لا وبأحلى قصر وعى البحر كمان ايه ولدت بقصر بس ما ربيت فيه عيلتي خسرت كل املاكها وامك حسب ما عرفت اتزوجت من ابوك لانه كان غني بس بالاخر ماتت موتت فقر وما حدا تطلع بوشها مظبوط مظبوط شكلك حافظة درس منيح ولهيك انا خسارت المصاري والاملاك ما بتأثر علي يا نعمات اذا راح القصر بيجي بداله شي اذا راحت الفيلا بيجي مكانه شي تاني يعني باختصار لو شو ما صار انا متعودة دبر اموري راح تشتري البيت وسليمان عنده علم بقصة البيت ما لو عنده علم كنت موجودة هون بتوقع انه هاي المرة الالفي اللي عم اسبتلك فيها اخلاصي يا سليمان تفضل من وين؟ بعت البيت حبيبتي سلطان تاني بدي اطلب منك طلب واحد قولي حبيبتي اذا بتريد بعد رجالك عني اذا مضل جواتك ايشك فيني انتي بتأمري شكرا شكرا شو هل مكان هات؟ شكرا 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 اخفت ما تيجي وما قدر تشوفها اجيت شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 من دون المصاري ما فينا نتحرك بنظرك ولا منغامر جنوب والحب لا يمكن يكون كافي لا شو هل حكي هلأ؟ اخ شو بتقصد؟ وشو متوقع مني يقول؟ ولا شي غير اللي سمعته بالضبط بس أنا كنت عم بعطيكي وأعطي حالي فرصة لنشوف الأمور على حقيقتك حقيقتك يا أيلة لما قلتلك ما في مصاري نسيتي الحب فورا؟ هذا طبعك ونحن فصلنا من سنين أنا وإنتي من ورا المصاري كمان أنت دايماً أهمشي عندك المصاري إذا ما في مصاري ما بينفع الحب لحاله شفتي؟ وقت الزنم اللي مفروض قلنك تعشقيه بتحبيه إجال عندك وعم بيقلك خلينا نمشي خلينا نغرب ونعيش مع بعض ونشتغل ومندبر أمورنا قلتي وهنا المصاري أنت عم تخدعني ما هيك وانت عن جد ما فجأتيني أبداً أصلاً أنت خدعت حالك لم قلتي إنه بتحبيني عن جد بعدين أنا عم قلتلك ريان بدنا ناخده من روح عم أنت ما فكرت بوضعه أو إذا فيه ترك أمه مثلاً بس وقت قلتلك من كف حياتنا سوا رح نشتغل ومنزبط أمورنا ما فكرتي ولا شوي بالقصة شوال حب أنت ما عرف تتحبيني يا إذا أنت بس بالدكيان يكون ملكك مو أكتر من هيك هذا هدفك الأول أنت دايماً عندك أولويات مستحيل تتنازلي عنها لأنه الحياة اللي متخيلة إنه تعيشيها مريحة، بيت، سيارة، مصاري، لبس هدول برأيك إذا توفر وبيجي الحب لحاله العشق اللي بيكفي الكل لا يمكن أنه يكفيك يا إيلا ولا يمكن أنه يقنعك لأنك متقيدة بس بظروفك إيلا التعبير عن الحب ما بده لا مجوغرات ولا سيارات ولا بده بيوت فخمي الحب لازم يكون دايماً بلا قيده بلا شرط أنت ما بصير تتعلق بأحلامك أكتر مني أنت عم تشوفي الحياة بالشروط المريحة بس والشي ما عام يخليك تسمعي صوت قلبك ولا رح يخليك يتوسقي فيني لو كان حبك صادق ما كان في لسوم تسمعي كل هالكلام الحب ممكن يكون نظرة بالوقت المناسب أو مجرد همسي نعم احترامي سيدي عينيها خبريني شو صار معرفة ألو عم تسمعي عم بسمعك ليش هيك صوتك الشكله ما في تغطي هون وبخصوص بخصوص عرفان فاتلة عند نعمة خانوم هلأ ما بعرف لأشو عم بيخطط واس إذا عرفت شي فوراً بخبرك أكيد تمام خليك عم ترقبي لنعرف لوين بده يروح أمرك يلا بده وفي احترام وأنا اللي من سنين طويلة قلتلك إني مستعد قدم لك قلبي بس هشي ما كفاكي وإنت لساتك مثل ما كنتي مستعدة كرمال المصاري إنك تتركيني وإنتي وقت تقعي بالدوري على حدا مثل سليماني رجع يوقفك كيف فيك تتزوج هيك واحد على فكرة الجشع اللي عندك ما بيتزدق لا هذا ما اسمه جشع يا عرفان هذا اسمه عجز وقلة حيلة عم تفهم؟ كم مرة وقعت بحياتك وحسيت إنك واحد عاجز؟ أنا وقعت بس ما استسلمت والشي اللي ما فهمته لهلأ أنت سبق وقلتي إنك بتحبيني وإنك عم تحلم نعيش مع بعض ويكون إلنا مستقبل زوى وبس غدروا فيني لك مو بس ما زرتيني بالسيشن رح تتغري تزوجتي من سليمان كمان من عدو حبيبك لك كيف وشلون؟ بهالبساطة الأمور بهي معك حق أنا بحياتي ما بوقع بهالطريقة وإنت قررت تتفشني لأوقع بالهاوية يا عرفان أنت وقعت لحالك عيلا أنت برجليكي ركدتي على الهاوية بالآخر أنت ما ظل عندك شي تخسريه معقول؟ وإنت بس مشان تجبريني أني كون معك سويت تحليل الـ DNA وسرقتي مني أغلى فرحة بعمري والشي الواحد اللي قلو قيمي بحياتي كلها وأنا كمان سرقت منك أهم شي بحياتك ما ظل عندك لا مصاري ولا بيت مهيك العدل؟ سحاب هالمسدس بس وسمعني مصاريك رح تاخدهن على دوز بارة وما بيروا عليك شي أبداً أنت شلون بتعمل فيني هيك؟ أنت وهالكلب على مين هم تضحكوه؟ يلا أوس ليش متردد؟ ها؟ تعرف أنه رح تاخد مصاريك؟ بس أنا يلي أكلت هذا الخزوق لوحدي أنا حطيت كل شي معي لحتى جيبها لبضاعة محمد بيك لو كنا بنعرف ما كنا فتنا هيك فوتي بس نضحك علينا الله لا يقيم كون لكاً والله إذا ما بترجعوا لي مصرياتي دماغك الخربان رح يلمو عن الأرض أنت شو عملت يا عرفان؟ أنت كيف بتعمل هيك؟ أنت أخدت مني أهم وأغلى الشي عندي بالحياة يا إيلا بالمقابل أخدت منك أكتر شي غالي عليكي وهيك صرنا بتعادلي شكراً كتير بلك بس لعلمك أنت بعمرك ما فهمتني ولو شوي صغيرة أنت بعمرك ما فكرت أنا شو المصاري بتعنيلي ولو شو هي مهمة عندي بتعنيلك ترضي تتزوجي من إنسان مقرف ما كنتي ترضي تطلعي بوشه وإذا مر من جنبك مع هيك قدرت تنامي معه بنفس التخد يلعن الساعة يلي عرفتك فيها يلعن كل مبادئك الله يلعن مبادئك وكبرياءك يلي معني خلوك تشوف شايف هالزلم المقرف هاد قدر إنه يفهمي ويحس فيني أكتر منك يا بروفيسور بس الحكي معك اخسارها للأسف شرفي هاي الرجال اللي بيفهمك عم يتقلي بتحبي تحكي مع زوجك؟ بس بتوقع زعرفي منك هون ما بيظل عندك زوج ترجعي لعنده يا أهلا ما بسد شو سليمام ما قتلوك لسه؟ ولك أنا يلي بدي يقتلك يا كلب وبيدي يشرب من لا تصرخ لا تصرخ وخراس كنت نفكر إنه ما في حدا بيسترجي وقفك عند حدك هل كف مقابي للمصاري المزورة بس؟ وأنا مقابي للكف رح اطلع بروحك يا بروفيسور حاولت كتير من قبل وما طلع معك شي بلوك شفت؟ أنت ما بقى عندك عيلي ولا بقى عندك ولد لأملاك ولأموال كل قوتك ما بقى منه شي ما هيك؟ ما تذكر شو قلت لي؟ وقت يجيت لعندي على الحبس قلت لي المصاري جزء من شخصيتك هلأ اطلع حواليك وشوف شو بقي من هالشخصية الفاضية هي أبيك تستاهلي كل شي صار معك ناقصك شوية خبرة بنتمو ايه يا حضرت الشرطية؟ ناقصني اخد كم درس عندك بهالتخصص ومتأكدة انه عندك مبرر لهيك لقاء والحجة هلأ جاهزة بجيبتك فعلا جاهزة طبعا باسمونا ويخبرك شو هو المبرر ايه فيك تحكيب المخفر نيهال انتي ليش معصبين لني؟ بعيد عني عرفان ايه ايدك عني لأني افتقيت بأيلا ولا لأني ما عم بعطيك معلومات؟ وانا شو دخلني؟ انا شو علاقتي؟ تصطفل منك لأيلا شو دخلني فيكون؟ ممكن تسمعيني لو سمحتك؟ ما بدي اسمع ولا بدي أعرف تتركني عمل لك اسمعيني نيهال ايه ميدك؟ راح اتقوصيني لأني مسكتها؟ مفكر ما بعملها وبقوص؟ لا بتعمليها بس بالأول اسمعيني ايه؟ اسمعتك أكتر ما بتستاهل اسمعك وتعلمت درسي بوضو حرفان هلأ بدك تروح وتشرح لسادات نيهال شو بدك؟ بدك تسمعيني وأنا ما بدي لا بدك عم قلت ما بدي اسمعك بدك شو ما بتفهم بالحكي؟ هدي تروح في يدي عرفان خلص ماشي فتت قللي شو بدك؟ اتفضل إلي شو بدك تحكي؟ أنا هلأ معاقبون على اللي عملوا فيني أنا ضحكت على ايلا بلا ضميروا ووقحوا عم في اعترف كمان بس ما صار شي بيناتنا نيهال فهميني ما بدي شوفك لا ما تمشي بترجاكي هدي 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 شو بدك هم 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 أنت من المشرفة من شرفتك أنت من خلال من خلال أنا أغلب لدي أنت منه أنت من خلال هل هذا متناز بير ودا أولجا چونك أصلا باهة جنسي شو عم تساوي هون؟ يا الله قدي شك حلو شو عم تعمل هون لحالك؟ شو جابك لهون؟ هربان من حدا؟ قل لي شو اللي مخوفك؟ بتحب ان يساعدك بشي؟ بدك تهرؤ؟ هشكا 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 موسيقى 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 موسيقى